اهلا بحضراتكم الجديد النهاردة الجولة الختمية لدوري 2006 لنادل اهلي خلاص حسموا في الجولة السابقة واحنا في الجولة الختمية بنقدم لكم النهاردة خدمة خمس نجوم فرصة النهاردة والنهاردة الجمعة والطرق فاضية تعالوا معنا نروح ملاعب الناشئين في مدينة نصر عشان نسأل زميلنا محمد توفيق ونشوف معاه اخر الاستعدادات للقاليو فضلوا معنا مساء الفل يا توفيق ومنور قناة الاهلي وقل لي بقى النهاردة اخر الاستعدادات برغم يعني حسم النادي الاهلي لبطولة الجمهورية في الجولة السابقة لكن النهاردة شافي استعدادات كبيرة برضو من النادي الاهلي في لقاء برضو هيكون حلو مع فدي محترم نادي زد الاول مرة في دور الجمهورية قل لي اخر استعدادات الفريقين للقاليو مساء الخير كابتن اسامة تحياتي ليك ولكل مشاهدة ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان يعني يمنور ملاعب الناشئين بمدينة نصر زي ما قلت حركي ممكن الفريق ختم البطولة بالفوز في اخر مباراة امام ورد دجلة بثلاثة هداف مقابل لاشيء الفريق بالفعل متوج النهاردة باللقب بعد وصوله لنقطة 73 وفرق ست نقطة عن اقرب منافسية ونادي ما قولنا عرب اللي توقف رسيده بعد الهزيمة امام امبي برسيد سبعة وستين نقطة زي ما حالك قلت النهاردة مباراة قوية جدا برغم حسم النادي الاهلي لللقب مباراة كبيرة امام فريق كبير وهو فريق زد يمكن فريق زد عزي الله حالك نوات تالت الترتيب بتسعة وخمسين نقطة طبعا بقية الجهاز الفني المحترم لقطاع الناشئين بنادي زد كابتن علي نبيل وكابتن تامر حفني وكمان يمكن الفريق دوت فريق 2006 كابتن اسامة بيقوده مدير فني الماني اسمه ستيفن يمكن يعني اعداد اكثر من رائع للمباراة من جانب فريق نادي الاهلي يمكن كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني الفريق النادي الاهلي قبل المباراة كان عمل محاضر اللاعبين اتكلم فيها عن اهمية هذه المباراة قالوا ما احنا خلاص خدنا البطولة وكل حاجة لكن بنلعب فريق كبير النهاردة هو في المركز التالت في المساوئة بتاعتنا في 2006 بطولة الجمهورية عايزين نختم البطولة بشكل اكثر من رائع والمباراة مزاعة ممكن ده كمان كابتن سامر حفز به اللاعبين خلال المحاضرة قالوا من وراء مزاعة كل جمهور النادي الاهلي مستاني نشوف الفريق البطل يمكن فريق 2006 كان من الفرق المحظوزة تزعلوها منشط كتير جدا معنا سامر كابتن سامر قال لهم من وراء مزاعة كل جمهور النادي الاهلي مستاني طبعا نشوف كل فريق المطوّج بالبطولة النهاردة في آخر مبارااته عايزين نعبر عن نفسنا عايزين نلعب بأداءنا الحقيقي بغض النظر عن حسم البطولة ولكن النهاردة نحن نعب قدام فريق كبير أكيد جاء لعب قدام النادي الأهلي وعاوز يزبط نفسه قدام النادي الأهلي خاصة نزيل منطل حركة نوع تالت الترتيب عايزين نلعب بأداءنا بروحنا في الملعب ويعني زي ما أقول لك حركة كابتن أسامي عن النهاردة تتويج فريقه الفين وستة إن شاء الله تكون بشرة خير ويوم الثلاثة إن شاء الله حركة يعني تطلع ببرنامج الأشبال ويكون فريق الأول لقراطة القدم بالنادي الأهلي متوج بإذن الله بدور أبطال أفريقيا والبطولة التالتة على التوالي والحضاشر في تاريخه برغم الصعوبات كلها ولكن بإذن الله لعبة النادي الأهلي رجال وإن شاء الله يكونوا عند المعود وحققوا كل أحلام وطموحات جمهوري النادي الأهلي كابتن أسامي إن شاء الله تقول لي وإنت دلوقتي بتقول توفيق إن يعني إحنا الفين وستة من أكتر الفرق اللي إحنا زعنا لها المباريات السنادة على شاشة قناة الأهلي شعور اللاعبين وإنت ورايب منهم شعور الجهاز الفني إن هو الفريق الأكثر إذاعى لمبارياته على قناة الأهلي بالطبع لما بتتكلم مع الجهاز الفني أو اللاعبين كابتن أسامي داد اللاعبين سخة كبيرة جدا في نفسهم يعني اللاعبة دايما لما اللاعب طلع من تحته وبعدين نفسه في الفريق الأول فيه هزة الأول من الشهرة معرفة الجمهور والإعلام به لكن باسم اللي هو ما شاء الله احنا تقريبا فريق 2006 يعني خلاص بقى معروف معظم لعبته الجمهور النادي الأهلي اللاعبة أبرز اللاعبة فيه كمان والي ممكن كابتن محمد واحد بتكلم عن نقطة دي المدير الفني المنتخب مصر 2006 قال لك تساعدوني كتير جدا إن فيه لعبين جدا كتير سواء من نادي الأهلي أو من الفريق اللي كانت كمان بتلعب أمام النادي الأهلي في المبارات المزاعة كنت بتعرف عليهم وعن مستوههم من خلال إزاعة المبارات ما كنتش محتاج أن أنا أروح كله من مواطشات الناشئين في مواريد 2006 على مستوى الجمهورية زي مواطش حالك ده فرق كتير جدا مع اللاعبين عدد كبير جدا مع اللاعبين بقى انجوم بقى معرفين لجمهور النادي الأهلي فده أعتقد ساعد اللاعبين جدا ادام شخصية النادي الأهلي بدر جدا خلهم كمان يعني يتخلصوا من ضغوط الإعلام ومن ضغوط الشهرة أعتقد دي شخصية النادي الأهلي وده اللعيب اللي النادي الأهلي بيعدوا إن شاء الله عشان يكون يعني ضمن قوام الفريق الأول ويكون ان شاء الله امتدادا لأجيال كبيرة جدا على مدار تاريخ النادي الأهلي تفضل ان شاء الله ترفع اسمه وطلعوا دائما في المقدمة كابتن وسامر وده دورنا هنا في برنامج الأشبال إزاي نساعد برضو وزا ما بنساعد النادي الأهلي إزاي نساعد منتخبات مصر وده الدور اللي أثنى عليه كابتن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر الناشين اللي احنا بنزيع موراة الناشين على الهواء مباشرة قل لي بقى كابتن سامر عبد الرحمن أعلن عن تشكيل نادي الأهلي اللي قال اليوم بالفعل كابتن وسامر كان عقب انتهاء المحاضرة الفنية على طول أعلن عن التشكيل وهو التشكيل الأساسي بيلعب به نادي الأهلي دائما المباراة وزا ما قلنا المباراة النهاردة برغم تتوجي الفريق بالبطولة من المباراة السابقة ولكن زا ما قلت حدث كابتن سامر يعني بيقول اهتمام كبير جدا لمباراة اليوم وعايز حقق فالفوز عشان يكون خير اختام للبطولة يمكن بيمثل فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم محمد في حراسة المرمى عمر كامل في حراسة المرمى مازن أحمد أحمد محمد اتنين مساكين في الجانب الشمال فارس أحمد وفي الجانب اليمين عمر زكريا في وسط الملعب بلعب تلاتة إبراهيم عادل يوسف علام هشام مصطفى والثلاس الهجومي المعتاد آدم سمير وحسام عادل وعمر سيد معوض ان شاء الله يكونوا موفقين النهاردة ويفرجونا على مباراة كويسة وأداء أكثر من رائع فن في الملعب زي ما عودتنا يعني زي ما عودنا فريق 2006 في كل مباراة وإن شاء الله يكلم مجهودهم والنهاردة يبقى خير اختام للبطولة ويختموها بفوز كبير جدا على فريق محترم زي ما حالك قلت في البداية فريق ذات وأنا وقف معاك دلاتي على ملعب المباراة ما شاء الله ملعب ممتاز بالفعل كابتن أسامي عاوز أقولك النهاردة الملعب الإدارة التنفيذية هنا وقطاع الناشئين أمين بدور أكثر من رائع ممكن الملعب لا يقل يعني يعني عاوز أقولك أن الملعب ده أفضل من ملعب كتير جدا بروح نغطي فهم مباراة في الدور الممتاز سواء على مستوى الأرضية على مستوى الخدمات كمان المعدة يمكن استقبال أكثر من رائع كعادة فريق نادي الأهلي وقطاع الناشئين بفريق نادي الأهلي لفريق نادي زيد وكمان يعني بوجود نادي برئيس قطاع الناشئين بالنادي زيد النهاردة كابتن تامر حفني ده عالة النادي الأهلي دايما كابتن أسامة أنه بوفر كل حاجة لولاده بخلوهم بس يركزوا في الملعب علشان يبقى لفوز دايما واستعادة دايما من حظ جمهور النادي الأهلي بإذن الله كابتن أسامة بنشكرك شكرا جزيلا توفيقي وكل التوفيق للعبي نادي الأهلي في اللقاء اليوم وكمان يبقى وشينا حلو للقاء يوم الاتنين النهاية الأفريقي بنشكرك شكرا جزيلا نروح لفاصل وقبل الفاصل نشوف تقرير عن اللقاء اليوم وبعد الفاصل أستقبل ضيوفي ضيوف الاستوديو التحليلي لقناة الأهلي النجم الكبير الكابتن محمد حشيش ومحل القناة الأهلي الدكتور أحمد ثابت ولكن بعد الفاصل